موسيقى مشاهدينا في أولى فقرات حلقة اليوم وفي ظل أجواء حلول فصل الصيف في الدولة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام يكثر الإقبال على الأطعمة الجاهزة والمشروبات الباردة والمثلجات التي يطلبها الناس لينعاش الجسم ولكن ما يغيب عن الأذهان هو مراعاة الجانب الصحي لهذه الأطعمة والمشروبات التي تفتقر إلى القيمة الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان خلال فصل الصيف وعن كيفية اختيار الأغذية الصحية والسليمة والسلوكيات الأمنة للوقاية من التسممات الغذائية في موسم الصيف يسرنا الترحيب بضيفتنا الأستاذة خديجة المنصوري أخصائية تغذية حياة شاء الله أستاذة خديجة حياك الله أخي عبد الله وفقرتنا جدا مهمة بما أننا في فصل الصيف فالجميع محتاج إلى التوعية الصحية في هذا المجال أستاذة خديجة في البداية في مثل هذه الأجواء الحارة يحتاج الجسم إلى التبريد وغالبا ما يكون نلجأ إلى شرب المشروبات الغازية أو المثلجات فهل هذه الطريقة صحيحة وإذا ما كانت صحيحة يعني كيف يمكن أن نبرد على أنفسنا وننعشها بالتغذية السليمة والصحية في هذا الفصل أخي عبد الله من الملاحظ في فصل الصيف كثير من الناس مثل ما ذكرت أنهم يلجأون إلى المثلجات أو المشروبات الغازية كونها باردة وإحساسهم بأنه لما يشربون هاي أنهم انتعشوا وبردوا على أجسامهم نعم بالمقابل كخصائي تغذية أن ننصحهم بعدم الإكثار منها لأنها تحتوي على الكافين والكافين بحث ذاته يسبب العطش والجفاف فلاحظ كل ما واحد يشرب مشروب غازي بعدها يرد يقول أبا أشرب ماء لأنه ليش؟ أنه بدأ يحس بالعطش نسبة السكر عالية يحس كمثل حال حال مريض السكر لما يحس بالعطش طول الوقت وحاب يشرب ماء المثلجات تبرد منطقة اللسان إلى المريء لكن ما توصل لتردد تبريد الجسم كامل نحن نقول أن الفواكه الطبيعية الباردة ومثل ما في بعض العصار اسمها سموثي اللي تكون مثلا عصائر طازجة ممزوجة بالحليب ممزوجة ببعض الفيتامينات مثل الشوفان مثل الكوكانات وغيرها هذه هي اللي ممكن تعطي الجسم تبريد داخلي في الجهاز الهضمي وبالتالي ينعكس على التبريد الخارجي السبب لما يكون هو بارد ومثلج عندي هرمون الأندروفين هذا الهرمون ينشط في الأعصاب الحسية في الدماغ ويعطي ردود فعل سريعة ويحسن المزاج فبالتالي يقول والله أنا شربت مشروب بارد برت على عمري أو تعدل مزاجك هذا كلها سبب أن الهرمون بدأ ينشط عنده ناتج عن الفواكه الطبيعية أو الباردة اللي أعطت إحساس بالأعصاب في مراكز الدماغ أو مراكز الأعصاب الحسية اللي في الدماغ بردود أفعال إيجابية وتحسين المزاج طبعا الخضار والفواكه لها أهمية كبيرة لجسم الإنسان لكن ليش يتم التركيز بالنصح أننا لازم نتناول الخضار والفواكه في هذا الفصل بالتحديد أنت لو تلاحظ أن كل منطقة في العالم كله لأن الله سبحانه وتعالى جعل المنتجات الغذائية من الفواكه أو الخضار اللي تنتج في هذا الفصل تناسب أهل المنطقة تناسب أهل المنطقة لو شوف الحين أكثر المنتجات الغذائية أو مثل ما أقول للفواكه الخضروات الصيفية عندنا في الدولة مثل الرطب أو البطيخ الأحمر أو المنقة أو الجوافة أو النعناع أو الليمون تكثر ليش؟ لأن احتياج الجسم سبحان الله احتياجه لهذه المواد الغذائية الموجودة في هذه الأطعمة فتظل الفواكه والخضروات هي الوجبة الكاملة اللي يستمد منها الجسم من العناصر الغذائية المهمة اللي تعطيه طاقة وتتغلب على إحساس بالعطش وتمد الجسم بالعناصر المعدنية البسيطة اللي هي مسؤولة عن توازن الدم في الجسم فاتقلل من الإحساس بالدوخة أو الصداعة أو الإنهاك الحراري اللي ممكن يحس فيه الشخص في أثناء خروجه من المنزل أو ممارسة وظيفته الخضروات والفواكه أيضا لها ميزة السوائل اللي فيها تختزن تحت أنسجة الجسم في ظل الشخص هو في حالة تبريد داخلي تحت أنسجة الجسم دام أن تحت طبقة البشرة موجودة كمية من السوائل لفترة معينة جميل ضمعا الأكثر من الماء والسوائل هو أكيد شيء مهم نحن عندنا في موسم الصيف لكن شو هي نوعية السوائل اللي تقدرين تنصحين فيها أن نحن نشربها في هذا الفصل يعني بدلا من المشروبات الغازية والمثلجات والعصائر المعلبة في البداية احنا دائما ننصح بالماء لأن الماء هو أكثر يعني هو المشروب هذا الوحيد أو السائل الوحيد اللي يمد تنشيط الدورة الدموية ومد خلايا الدم بالنشاط وممكن أن يعمل بحالة الأيضة الطبيعية في الجسم بعدها الماء يدخل في مجموعة الفواكه في مجموعة الأطعمة اللي احنا نتناولها فإن يتم اختيار بعض الفواكه مثلا البطيخ الأحمر اللي في نسبة عالي 91% مثلا من السوائل أما الناس مثلا اللي عندهم أمراض سكر وغيرهم بيقدرون يأخذون لأنه في كل حصة تقريبا 13 جرام سكر فيعتبر سكر مرتفع أما الناس الذين لا يعانون من أي حالة صحية السوائل اللي موجودة في الفواكه أيضا والتهتوي على سوائل عالية هي المفيدة في هذه الحالة مثلا أنت طالع مع الأهلفة وفي نزهة بدل ما تطلب من المطعم أو من الكفتيريا على الطريق أنه مثلا مشروب غازي أو كذا تطلب منه عصير برتقال أنت عطيت نفسك تقوية مناعة الجسم لأساس يقدر يقاوم هاي الحرارة ثاني شيء فيتامين سي اللي موجود فيه يسقي نشط عندك خلايا الدم فتحس أن أنت أصلا منتعش في هذا الوقت ثالث شيء أن هذا العصير البرتقال يعمل أيضا على تبريد والأسد الموجود في الجهاز الهضمي الداخلي دائما الناس يقولون إحنا يعانين وعطشانين في نفس الوقت في فصل الصيف أنا أقولك أنت يعان أكثر من عطشان بس ما تقدر تاكل بحيث أن هاي الحرارة ممخلتك أن أنت تحب تاكل يعني الحرارة يعني تخلي الجسم ما يقدر يراكل أنت تجرب أن تصيبك حرارة سبع وثق يعني حرارة عادية كم مرض ما تحب تاكل تبقى أشياء سائلة سريعة الامتصاص وسريعة الهضم في نفس الوقت وتعطيك الطاقة التي أنت حابها فالناس تلاحظون في الصيف أكثر شيء يشربون أكثر منهم يأكلون وهذا قضاء على الجوع والعطش في نفس الوقت فما كانت جلسة عائلية أو طالعين في نزهة حلو لم يكن عندي مثلا صلطت فواكه من الفواكه الصيفية ممكن أضيف عليها بعض الآيس كريم أو المثلجات اللي هي سموثي مثلا أو غيرها أقدر أضيف عليها بصورة حلوة هيتعطيني نشاط أيضا صديقنا راح تكون عوضا في حياتك أو نمطك الصحي عن المشروبات الغازية اللي أنت كنت تفكر فيها أنه اللي كانت ممكن تسبب لك السعادة وتسبب لك يعني أطفاء الضمأ اللي موجود فيك بالعكس هذه وجبة كاملة فيها مياه عالية وهذه المياه مزودة بفيتامينات معينة كذا تلاحظ ساعات تشوف الناس حاطين لك مثلا عندهم قنينة وداخلها شرائح ليمون صح هذا الموضوع اللي يسمى الديتوكس هذه ظاهرة يعني أحيانا قاموا جميع الناس تقريبا يمشون عليها شو السبب يعني شو هي الفكرة بالضبط نعم فهي الفكرة أصلا هذه أنت يستخدم العناصر والأشياء التي تأخذ من هذه بطريقة ماء فأنت بدأ ما تشرب ماء سادة لأ تشرب ماء مزود بالعناصر المعدني اللي ممكن تنزل من هذه الفواكه هل له فايدة؟ له فايدة لأنعاش الجسم أنت لاحظ الرياضي ينشايل معاه في الناس حسب أنها هي حق الرجيم ما عرف ليشرب طين الموضوع مع النظام الغذائي أنه هذي يسوي رجيم يشرب ليمون وخيارها ما يعرف أن مثلا الإخيار يطلق يعني مع التقطيع الإخيار بتلاحظ أنه في مادة سيلولوزية تطلع مع الإخيار خفيفة هيا تنزل في الماء وأنت تشربها في فصل الصيف مع التعرق في مسامات الوجه مسامات البشرة تكون مفتوحة لما أنت تشرب هذا الماء تعمل على انقباض هاي المسامات وتسد المسامات فتخلي أن البشرة مشدودة وأنت مرتاح أيضا الليمون نفس الشيء يعطيك مثل ما نقول الانتعاش وهو الإحساس بالمراكز الحصية العصبية ويخليك أن أنت إنسان منتعش دائما النعناع يعطي استرخاء في الجسم فتحس أنك أنت مشتعبان وهذا شيء صحي بدلا من أني أنا أشرب مشروبات غازية أو مثلا مثل ما نقول إحنا مشروبات الرياضيين أو كذا أشاس أني أنا أعوض عن هاي العناصر المعدنية البسيطة اللي يحتاجها الجسم بالعكس تكون من المكونات الطبيعية وخضار وهي مضمونة وفعلا أنت لو تشرب كاس واحد أتحس أنك منتعش وفي حالة مزاجية مختلفة لكن يعني هل نحن ناخذ العنصر الأساسي اللي هو موجود مثلا إذا حطينا شراح البرتقال شراح البرتقال معروف أن البرتقال في مرتفع يعني الفيتامين سي فنحن نستمد الفيتامين سي للجسم ولا لا كنكهة تغيير في النكهة وبس أنك أنت تأخذ الفائدة من حول قشور أنت طبعا أنت حط حلقات البرتقال محتفظة قشورها أنت تستفيد من القشرة نفسها من الطبقة البيضة الما بين القشرة والبرتقال نفسها مش أنك أنت تستفيد منها لأن هناك تكون مادة قابضة مثل ما قلتك تستفيد منها في استرجاع الخلائل إلى حالتها الطبيعية وخاصة البشرة وبخصوص يعني كنا نتكلم قبل شيء عن مشروبات الغازية يا أفبالي يعني هل تنصحين مثلا أن نحن نشرب مشروبات الغازية اللي هي الدايت أو الزيرو ألا هالشي عادي ألا احنا ما ننصح فيه أو شاب بدانك تشرب أي مشروبات غازية في فصل الصيف هو يقول لك الزيرو مثلا هو بيقول لك أن الدايت زيرو شو هو الزيرو سعرات حرارية لكن في المقابل يستاخذ الكافيين ويستاخذ الأحماض الكربونية وهي يستاخذها هاي بعد ترى الضر الجسم لأن الجسم في حالة جفاف وانت يستزيد الجفاف اللي فيه ما بيستنفعه احنا نحاول أن نرفع من القيمة الغذائية في الجسم نتغلب على الجفاف اللي يعاني منه الجسم في خلال هاي الفترة فأفضل لك ما تشربها يعني نحن الناس يقول لك صعب ما في شيء صعب ممكن أنت تحط كمية بسيطة وزيد عليه كمية ماي فأنت زودت السوائل فيها بكمية أعلى لأنه أن تختفي عندك ممكن تشرب لبن بارد مثلج ما تلاحظ أن نحن يوم صغار نحب لبن البارد المثلج صحيح في قيمة غذائية عالية وبالتالي نوم مثلج وطعمه حلو وفي يعني أفضل من المثلجات هذه ليش موحي كنا نثلج الأس كريم مثلا وفي البيت ساعة وإحنا صغار كنا نسوي وإحنا هاي كانت فكرة حلوة نحن ممكن أشجع أطفالي على هذا الشيء أي مثلا حليب فراولة أي حليب موز أتلجب الثلاجة أعطيهم يا هذا الشيء يستنسون من نوعا يعني كأم وأبعد يستنسون عوضا عن هذه المثلجات اللي تكون عن مشروبات غازية مثلا الأستاذة خديجة نحن بنكمل معاتي الحوار لكن بناخد هذا الفاصل القصير مشاهدينا نشوف معاكم هذا الفاصل نرجع معاكم مرة ثانية أدنا إليكم مجددا المشاهدين ونرحب مرة أخرى بضيفتنا الأستاذة خديجة المنصوري خصاء التغذية حيات شاء الله أستاذة مرة ثانية أستاذة مع شدة الحرارة والرطوبة قد يكون هناك سوء في تخزين لبعض المواد الغذائية يعني ممكن يسبب التسمم الغذائي شو هي المواد الغذائية اللي نحن نقدر نبتعد عنها أو نتجنبها من خلال هذا الفصل الحار أخويا عبدالله المعروف يعني محليا كنمط سكننا في البيت دائما المطبخ يكون خارج المنزل أغلب الأهالي عندهم مطبخ في الملحق بره خارج المنزل طبعا هذا المكان يتعرض لحرارة شديدة فأهم شيء أني لم أسير الجمعية أو مثلا أتسوق الأغذية أختار كميات بسيطة أضمن حفظها في المنزل بطريقة صحيحة ثاني شيء عساسا أنه مطبخ واللي عندي وممكن تتعرض للفساد في أي وقت خاصة أن الأهالي اللي يسافرون اللي يطلبون يتنزهون فتتم الأغذية موجودة في المطبخ في البيت أو بدون تبريد أو كذا لما يرجع يشوف أنه فستة هو أهم نقطة أني أنا ما أكثر من المعلبات في خلال هاي الفترة المعلبات إلها صلاحية ومضاف إليها مواد حافظة ما تضمن مع هاي تفاعل درجة حرارة الجو اللي إحنا فيه أنه ممكن يصير فيه تفاعل بين المادة الغذائية والمادة الحافظة اللي موجودة في العلبة أو ممكن المادة الغذائية هاي بسبب شدة الحرارة تتغير الخواص الفيزيائي اللي فيها فتتحول إلى حالة متسممة مثلا التونة والفاصولية والفول هاي يعني كلها معلبات ممكن أن تتعرض إلى التسمم الفيزيائي أولا وبعدها لما أنت تتاكلها تصيبك فيه التسمم الميكروبي أيضا عندي البيض ما أقدر أخذنا بصورة يعني بكميات كبيرة في الثلاجة أنه من أشد البروتينات اللي ممكن تتأثر بالحرارة البيض خاصة نحن وين نحط فيه باب الثلاجة صحيح أفتح وصكر الثلاجة كمرة في اليوم فهي تتغير عليها الدرجات الحرارة هاي شيء يأثر على البيض؟ يأثر على البيض ويت فأحسن نحن نخلي داخل الثلاجة ما يكون في الباب عساس أنه ما يكون تكرار فتحه تسكير الثلاجة في هذا الفصل هاي الشيء تأثر الأشياء اللي فيها مايونيز مثلا ما أشتري المينوز بكمية كبيرة أو علبة كبيرة فملة أو حجمة كبيرة علبة صغيرة أساس أن أقدر أتخلص منها بسرعة وما تتأثر مثلا تغيير الجو اللي عندي أو مثلا نحطها اللحة ونساها على الطاولة وبنندخلها هاي الأمور تتأثر كثير تتزنخ تتأدى إلى عملية التزنخ للتغيير في خواص الفيزيائية لها تأدى بالتالي إلى شيء ثاني ننسى دائما العصير نحن نحب العصير نطلع من الثلاجة أنا أشرب كوب أنت تشرب كوب نخلي نقول فلان بيت صحيح يتم فترة على الطاولة وفلان بعدها مايا ومايا رجعنا الثلاجة أنت بهالحالة دخولها وخروجها من الثلاجة تأدي إلى الفساد فأشوف أن العلبة بدأت تنتفخ شوية بعد يوم لأنها أصلا بدأت تدخل يعني مثل ما تقول أنها بدأت تتفاعل مع الجو الحار تغيرت الدرجات الحرارة عليها في عندنا نقطة مهمة مياه التحلية اللي هي المياه اللي تكون عندنا للشرب في المنزل عادة المياه التحلي إذا كانت محلة من البحر فهي في درجة حرارة الصيف لما تكون أعلى من درجة 24 مئوية عن درجة الغرفة ممكن ترجع إلى طبيعتها وهذا شيء طبيعي ممكن ترجع إلى طبيعتها مثل مياه البحر تكون طجيلة فإحنا نحافظ أن ما تكون عندنا هذه المياه الشرب في أماكن خارج المكان المكان المبرد أو مكان التبريد أو الأماكن المكيفة عساس أن نحافظ على جودة هذه المياه ساعة تلاحظ في فصل الصيف تقول الماء صجيل أو في نسبة طعم كلور شوي ممكن هذه تكون حفاظاً على سلامة الماء تنضاف لها بعض العناصر مثل كلور وشي بس عساس أن نحن نحافظ على ساعة نشتري كاراتين الماء صح ونحطها كرتون فكر ونخزنها في البيت لكن في المطبخ أو غيرها يغيب عن بالنا أن ما تتحمل درجات الحرارة هذه كلها المفروضة تكون داخل المكان مكيف أو مبرد وشراءها يكون بكميات قليلة أشان يتم التخلص منها بصورة سريعة صحيح كيف يمكن نحن نحافظ على الطعام خاصة في هذه الأجواء الحارة طبعاً يوم الرحلات أو الإجازات المتنقلة نحن كيف نقدر نحافظ عريها في الرحلات والإجازات المتنقلة بشكل عام إذا كنا طالعين رحلة مثلاً بنقول رحلة بحرية أو فيها جوحر فيها الحافظات الطعام المبردة الأكل اللي بشله داخل هاي حافظة الطعام المبردة بدال ما يكون فواكه مقطعة بنحط الفواكه الكاملة العصائر اللي بتروح فيه ما تكون من نوع اللي فيها بالحليب مثلاً ما أشل معي حليب فارولة حليب موز حليبة يعني ما فيها أي نوع من الحليب تكون عصائر طازجة أحافظ أن يكون فيها قوالب من الثلج عشان تحافظ على برودتها فيه ناس لا تطلع تقول بنشوي برا مثلاً نحن نحن سارين بنشوي مع الرحلة يفضل اللحم الأطبع تودي والدي irgendwie ما يكون متبل بالروب يعني في الحر نشوي برا بعده وبعده يكون يتغدون وبعده يتغدون عند البحر أو اللي على الكورنيش أو يعني الحد الذي يبقى يشوي برا مثلاً يوديك اللحم امتبل بالروب أو الدياي امتبل بالروب نحن نقول أن الرحلة ممكن يفسد فيأثر على اللحم الرحلة ممكن يفسد في الحرارة في الحرارة ن этому تعاني فبعدين يأثر على اللحم خلق على التتبيل العادي اللي هو ليمون وكمون وملح وفلفل تضمن أنك أنت حطيت الليمون كمادة حافظة طبيعية والمحل مادة حافظة طبيعية والشواء رح يكون أسرع والاستفادة من الحديد أكثر يعني نتجنب أن نخلط أي شيء في منتجات ألبان معنا في رحلات خارجية نحن حابين أنتم فيها وقت أكثر من أربع ساعات بخصوص أننا نتكلم قبل قليل عن الفواكه أن المفروض نحن ما نقطعها ونوديها معنا لازم نوديها معنا كاملة كاملة شو السبب؟ أنت لما تقطعها مع حرارة الجو أو تلاحظ أنها بدأت تسود الفاكهة لأن ليس صار عندها أكسد أكثر خلها كاملة عشان أنت تحافظ على السوائل اللي فيها ما تطلع لاحظ أن ما تودي عندك تفاحة أو موازل مقطعها بعد فترة وأنت بتاكلها بتحس فيه سوائل نازلة أو سواد بعد أو سواد أو مثلا سواد هاي المادة اللي أنت ممكن تستفيد منها ليس ما أود التفاحة كاملة وأكلها في نفس الوقت أستفيد من العناصر الغذائية منها وما تكون مسودة أو متأكسدة وما نزل منها العصير اللي أنا ممكن أستفيد منها نفس الشيء البرتقال تكون محتفظة بقرشرتها فلاحظة ما تكون مقطعة تستوي حارة بعد فترة لما تكون هي كاملة لا تحتفظ في البرود اللي فيها خاصة إذا نطلع لها مثل لاجة فتكون من بتاكل برتقالة باردة ما بتاكل برتقالة يعني حرت مع الوقت معها الفراولة نفس الشيء خلها بطبيعتها عساس تقدر تاكلها وهي يعني بطبيعتها وبصحتها وسلامتها ما تكون إنها مسودة أو مثلا صارت اللينة لأن السوائل اللي فيها استنزفت برها يعني طلعت من الفراولة هاي الفواكه الصيفية ما تتحمل لكن تتقطعها وتخليها فترة هاي المفروض تاكلها يعني على طول مبردة تاكلها على طول الشيء الوحيد اللي تقدر أن تتودي وياك ومتحاتي اللي هو الرطب الرطب مغلف بنفسه ومتحمل وأصلا ياي من الحر يعني فهذا الشيء الوحيد اللي أنت تقدر تحافظ عليه بدون ما نكت أقاطع ولا أقاطع تخلي في علبة صغيرة معاك ويكون يعني منظفوها وخلاص صحيح غالبا يعني عندك في بعض البيوت يحطون الفواكه خارج الثلاجة يعني مثلا في الصالة أو في أمكان فهالشي يعني تشوفينها غلط أو لا؟ في فصل الصيف هي ما تقدر أنت تحطي الفواكه برا ثلاجة وايد مع الفترة بشوف أن صارت عليها تبقعات ليش أن هاي صارت يعني الجو اللي أنت حطيته فيه مهيئ أنها تفسد لأنه تبند المكيف يتشغل المكيف يعني الجو مش بارد كامل ثاني شيء الفواكه اللي أنت حطنا فواكه صيفية فيها نسبة سواء العالية فيها سكريات فيعني أنت تتوقع أن هذه الفاكهة بأي وقت ممكن أنها يعني فاكه على فاكهة تضغط على الثانية تعطي مثل السوائل لهذه مثل ما تقول أن هذه متعجة أو غيرها أو شيء فتطلع السوائل منها فشوي شوي بتلاحظ أن حطة بعض الحشرات الصغيرة اللي أنت ما تشوفها بدأت أتي لأن صارت لها بيئة مناسبة أن فاكهة البطيخ الأحمر ما أقدر أقطع وخلي بصورة يعني على السفرة فترة طويلة أو على طاولة فترة طويلة لأنني نفس الشيء بأشوف أن السواء اللي بدأت تنزل منها وفقدت القيمة الغذائية اللي أنت كنت يعني تسترجاها من هاي الفاكهة المحبة لدى الجميع لاحظها أيضا في فصل الصيف الناس كلها تبعى البطيخ الأحمر هو اليحي يعني ومشي في ألوان أنه فيه مايو فيها لذة فيها لذة وهو فعلا يعني مفيد لأن نسوي أبحاث الكوريين على البطيخ الأحمر شافوا أن الناس أيضا في فصل الصيف تقل مناعتهم شوي لأن منذ الحرارة اللي فيهم تقل المناعة تقريبا فلاحظوا الناس اللي يأكلون بطيخ أصفر في الصيف قوة مناعتهم وصار عندهم مضادات أكسدة في جسمهم وهذا مستقبلا إن شاء الله ما راح يكون عندهم أمراض سرطانية قد الناس اللي ما كانوا يأكلون البطيخ الأحمر في فصل الصيف لأن اللايكوبين الموجود دهل كان ينشط الدورة الدموية فكان يساعد القلب على ضخ القلب بصورة سليمة لا يشعر الشخص أيضا أنه كسول يشعر نفسه أنه نشيط ردود أفعاله إيجابية في العمل في غيره فهو منشط دائما وهاي يسمينا فاكهة الصيف اللي هو البطيخ البطيخ الأحمر لازم ناكل البطيخ في الصيف أنصحك إن شاء الله نزيل نرجع لموضوعنا شو هي السلوكيات السليمة اللي نحن يجب اتباعها في فصل الصيف تجنبا يعني وقايا الأمراض ولي تسمم الغذاء يعني بشكل خاص يعني هل نتجنب شراء أطعمة يعني نوع من الأطعمة اللي يعني من المطاعم يعني يعني مثلا المطاعم عندها نوع من الأكل اللي يمكن بسرعة يتأثر ويفسد فهل شي يعني نحن لازم نبتعد عنه أو كيف بشكل عام إذا أنت رايح المطعم أطالب الوجبة بتاكلها في نفس الوقت أطلب اللي يتباع أما أنك أنت بتشله وبتوديها البيت بتحسب المسافة والزحمة وكذا الوجبة اللي مثلا أنت طلبتها إذا كانت تحتوي على مايونيز ممكن أن تقول لحق المطعم حط ليها بدون مايونيز إن هذا المايونيز اللي ممكن هو يتفاعل لو كان فيها بيض في الشطائر أو الوجبة كان فيها بيض مقلي فممكن أنت تقول لها أنه يعني تجنب هاي الوجبة لأن هذا الدرب اللي أنت بتروح للبيت وبتكونوا ياك في السيارة بتتوقع أنها يعني بدت تطلع عليها علامات الفساد وهي أول شريحة بتطلع منها رائحة غير مستحبة الثاني شيء أنت عارف أن المطعم في شويس يقلي داخل كل الأشياء اللي عنده مقلية صحيح فهذه الزيوت اللي أيضا في هاي الوجبة اللي أنت بتاخذها في فصل الصيف الزيوت اللي فيها ما تعطي جسم يعني حرية أنه يتخلص من هاي كمية الزيت معني يقول لك أنه حر وعرق لا تتوقع أن هذا العرق يسطلع من جسمك زيت يسطلع من جسمك ماء فتتتخزن الزيوت أيضا في الجسم وتحس أنت بحرارة أشد من قبل فأنت إذا كان حابة تطلب هاي الوجبة حالا وبتاكل حالا أطلب اللي يتباه لكن إذا أنت حاسب حسابك بتوصلها للبيت فتختار الأنواع اللي ممكن تتحمل الحرارة ما يكون مثلا عصير كوكتيل شال لنا مثلا فقنين كبيرة معاكل لأن توصل هناك بدي سود وطعم ما تغير يعني تأخذ الأشياء اللي تكون فرش أحسن واختار مطعم قريب من المنزل لا تروح مسافات بعيدة عساس توصل البيت بسرعة أيضا ما ننسى طريقة الشراء من الجمعية في ناس تروح تتسوق في عز الظهر أو يعني الحر يعني فيشل كل المثلجات الدياي واللحم البارد والمثلج في السيارة لأن يوصل البيت مع الزحمة مع الدرب تتأثر بدرجات الحرارة فتخلي مشترياتك المثلجة وغيرها من الجمعية في فترة الليل مثلا أو بعد المغرب عشان شوي تحافظ على جودة الأغذية اللي أنت خذتها أنت تتيبها هي سليمة من الجمعية لكن تغييرات درجات الحرارة هاي ممكن تتعرضها للفساد الأستاذة خديجة نشكر تواجد معنا وشكرا جزيلا نشكر الأستاذة خديجة المنصوري على تواجدها معنا في الستيديو خصايا التغذية شكرا الأستاذة خديجة